ندعو المتسابقة طيبة جليل محسن الزبيدي من العراق وتقرأ برواية حفص عن عاصم اشتركوا في القناة السؤال الرابع ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى بلا من أوفى بعهده واتقى بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقى يا اي بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين وإذ أخذنا ميث إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وقالوا لنك ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوثى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون حسبوك السؤال الخامس والأخير قرأي من أول سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل تنزيل وَالْكِتَابِ قرآنًا عربيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ في الأولين حسبك حسنتي وبرك الله فيك ترجمة نانسي قنقر